اذا حسمت الفرنسية اودري اوزولايا السباق الانتخابي على ترأس منظمة اليونسكو لصالحها اذ رجحت كفة الاصوات في الانتخابات الختامية في المجلس التنفيذي للمنظمة لصالحها ليخرج منافسها القطري خاسرا فيما لاحقت قطر كالعادة اتهامات بمحاولة شراء المنصب من خلال رشوة المصوتين بالمال اضافة الى وعد قدمه مرشح قطر لمندوب اسرائيل بحث في المسجد الاقصى من قائمة التراث الاسلامي في حال صوتت اسرائيل لمرشح الدوحة هزيمة مدوية وسقطة قطرية جديدة بعد ان حسم مقعد رئاسة اليونسكو لصالح الفرنسية اودري اوزولاي وخسارة القطري حمل الكواري وبهذا تكون حاضنة العلم والثقافة قد انقذت من يدي النظام القطري ومن تبعه بغير احسان عرف المجتمع الدولي حقيقة قطر من خلال ما تكشف عنها في الازمة الراهنة وانعكس ذلك على نتائج تصويت رئاسة اليونسكو بفوز اوزولاي على الكواري بثلاثين صوتا اما الاصوات التي ذهبت لصالح الكواري فان قيمتها المادية ذهبت هباء منثورة بعد ان وضعت قطر ثقل مالها في رشوة المصوتين لكن الاموال القطرية لم تشفع لها لحصد المنصب وباءت محاولاتها بالفشل الذريع المال القطري كان يعمل مبكرا على شراء ذمم المندوبين بالهدايا السخية والمال الوفير حتى في اللحظات الاخيرة قبل التصويت شهد الكواري وهو ينتهك قوانين انتخابات اليونسكو خلال اجتماع مكشوف في مطعم باحد شوارع باريس انتخابات اليونسكو كشفت في دورتها الحالية عن مكائد قطرية وعن اهداف تتجاوز بكثير المسألة المنافسة على مقعد رئاسة اليونسكو فمن جانبها اكدت مستشارة في منظمة اليونسكو ان المرشح القطري وعد اسرائيل بحذف المسجد الاقصى من قائمة التراث الاسلامي في حال صوتت اسرائيل لصالح الكواري بعد قرار اليونسكو اعتبار المسجد الاقصى تراثا اسلاميا وانسانيا عالميا وهذا الوعد وغيره من النواي الخبيثة تكشف كيف ان قطر مستعدة لبيع اي شيء وكل شيء مقابل مكسب تسيسه وقت ما تريد وهذه هي عقلية نظام الدوحة وبيصول الفرنسية ازولاي يسجل المجتمع الدولي انتصارا اخر على المساعي القطرية الهدامة وغضط تماما على حيلة الرشا التي اخذت توظيفها قطر لكسب مصالحها على كافة الصعود وان لم تعتبر فان الاقصاء الدولي مصيرها لا محالة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر